السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حصة جديدة من سلسلة تصحيح تمارين كتاب المدرس المرجع في الرياضيات للمستوى الثالث ابتدائي اليوم سنشغل على الصفحة 44 خاصة بالدرس العشر الضرب في عدد مكون من رقمين في نطاق الأعداد من صفر إلى 9999 الآن ستلاحظون أن الصفحة مختلفة لن أبدأ بالدرس وبالصحيح وإنما سأبدأ بتقنية الضرب خذكم ضرورة تفهموا تقنية الضرب وتعرفوا الأمور اللي خاصة بالضرب إذا نتبهوا معي الضرب عامة تنعرفوا لا تشكل مثلا إذا سويت أي واحد قتله خمسة مضربة في ثلاثة فالجواب أكيد الأكتب والشاهد قد تقول لي خمسة عشر ولكن السؤال شنو كان عنيه بالضرب واش نتضرب شي حاجة كنقيصوها شي حاجة كنعرفوها كنستعملوها في الحياة اليومية ناا كنستعملوها هي فقط الضرب الضرب مثلا خمسة في ثلاثة رأي خمسة زائد خمسة زائد خمسة تساوي عشرة زائد خمسة تساوي خمسة عشر إذا الضرب ما هو إلا عمليات وجامعين مبساطة إذا نتبه مع الضرب كنستعملو باش نخفو على رأسنا شوف ما يلجمع شهل خدلنا دي الوقت في الحين أن عمليات الضرب كتكون سهلة وبسيطة إذا إلا خليت خمسة نضربتها في ثلاثة يعني كننضير خمسة زائد خمسة زائد خمسة ثلاثة للمرات إذا قلت خمسة مضربة في ربعة يعني عشرين يعني خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة مش حاجة من المرات أربعات للمرات إذا كنضم أن العمليات العمليات الضرب مفهومة دابا سنشغل على عمليات ضرب واحدة اخرى مثلا ثلاثة عشر خمسة ندير عملية تساعة وشنو كنديرو عامة نديرو خمسة في ثلاثة هي خمسة عشر اضعو خمسة واحتفظ بواحد خمسة في واحد خمسة زائد واحد تساوي الست اذا الخارج هو خمسة والستون مزيد في الحقيقة شنين ثلاثة عشر في خمسة ثلاثة عشر في خمسة هي ثلاثة عشر في خمسة يعني ثلاثة عشر زائد ثلاثة عشر زائد ثلاثة عشر زائد ثلاثة عشر زائد ثلاثة عشر واحد وشنو كندير seventh كنعبدوها خمسة ديرو المرات نغذر هذا العملية للجمع كبيرة غ especie تحصل على خمسة وستين جاي اذا لاحظنا بان عملية الضرب تسهيل لنا الجمع عملية الضرب هي طريقة لتسهيل الجمع الآن سنأخذ مثال آخر. سنقوم بعمل عشرة في اثنى عشر. لاحظة معي أنني لم أضرب في عدد واحد وضربت فرقمين. ماذا سنقوم بعمل؟ أي واحد سنقوم بعمل هنا. سنقوم بعمل جوج في صفر. صفر جوج في واحد جوج. مزيان. سننتقل للعدد الثاني أغلبيتنا. نقوم بعمل نقطة. من طبيع الحلرة. هناك تلميذ الذين نعرفين هم التقنية وهناك تلميذ الذين ترى في أول مرة انظرها. و لكننا سنحن نتبع معي وسنقوم بعمل نقطة لها. إنه وصل للعدد الثاني للعشرات كنتستطيع نقطة. لو وصلنا إلى المئات نقوم بعمل نقطة. إذا وصلنا إلى العشرات نقطة واحد في صفر. صفر واحد في واحد. صفر. إذا الخارج هو سفر ، كونه ذائد لشي ، صفر. جوج زائد صفر جوج واحد زائد لا شيء واحد إذا الخارج هو مئة وعشرون صافي واضح نزيل كلي غيقول لي أساد كلي مشاهد غيقول لي أساد ره عشرة قلت لي لنا عشرة إلا ضربنا في عشرة أولا في مئة أولا في ألف بنزيده فقط عدد الأصفر صحيح ولكن أنا بغيت غير نورك الهدف ديلي من هذه الحصة هي نورك هذه النقطة ليش نخدم بها؟ صافيح نفهم؟ يعني لماذا نفعل هذه النقطة؟ واخ اولا نأخذنا عشرة وضربناها في اثنى عشرة كما أريدكم في المثال هي عشرة زائد عشرة زائد عشرة احمر مرة؟ 12 مرة 13 مرة 12 مرة 12 مرة هذا عشرة هذه. هذا اثنى عشرة عفوا. هذا اثنى عشرة. ما هي هي عشرة زائد اثنان. اذا انا في الحقيقة شنو كندير هنا يا. في الحقيقة شنو كندير. علش حزانة هنا يا. كندير عملية جمع هنا يا. في هذه المنطقة كندير عملية جمع. اذا اللحظ معي. كندرب المرة اللولة. كندرب المرة اللولة. في الجوج. والمرة الثانية كندرب عشرة. كما قلت لكم بان عشرة اللي اضربت فيها. دائما كنزيد السفر. ايو هذا السفر هذا رهيات النقطة اللي كنزيد هنا. دائما كنزيد السفر ديال هذه النقطة. اضعكم مثل اخر. مثلا ادنا 11. كندربها كذلك في 12. ما ندرب المرة اللولة. كندربها في جوج. كندربها في جوج بحدها. اذا جوج في واحد. جوج في واحد. جوج. من بعد. هذا جوج سارين منها. كما قلت لكم بلازة الحالة لدينا 10 هنا. اذا صافر دائما كنزيد السفر هنا. يعني سنزيد فضل بلازة هذه. ديال من ديال هذه 10. كندير نقطة هنا. وكنتقل القيمة الأخرى. واحد في واحد. واحد في واحد. واحد في واحد. اذا جوج زائد سفر. جوج ارى ممكن انك تضع سفر هنا بدل النقطة نضع سفر. انا كنفضل ان نضع سفر. اذا جوج زائد سفر. حيث انا كندير عملية الجماعة. ضربنا المرة اللولة هنا. وضربنا المرة الثانية هنا. ونجمعوهم مع بضياتهم. جوج زائد واحد. جوج واحد زائد لا شيء واحد. اذا الخارج هو 122. تمنى تكونوا فهمتوا لماذا نضع نقطة او سفر في هذا المكان هذا. ونضعوا مباشرة للتمرين. اذا لنبحث جميعا. احنا كنشغل للصفحة 14. قرأت فاطمة في احدى المجلات ان عدد الحبات في الرمانة واحدة يساوي عدد ايام السنة الميلادية. اذا صح هذا فما هو عدد حبات في 21 رمانة. احنا الغراد دينا نعرفه 21 رمانة شحال في هذه الحبات. ألف نحدد ونحض. عدد ايام السنة الميلادية. اذا هذه معلومة جميع التلميذ يكونوا يعرفوها بان عدد ايام السنة هو 365 يوما. العملية اللازمة ممكن اننا ندير الجمع ولكن الجمع شحال سنزيد 365 حبة في كل رمانة شحال من مرة 21 مرة. اذا العملية ستكون شاقة جدا ويمكننا ندير اخطاء كثيرة في العملية الجمع. اذا الاهم عملية اللي سنحق بها هذا التمرين هو عمليات الضرب. اذا الشغل قد نديره 300 و 65 ضرب 21. قدرتوا نساوي. اولا نضربه في واحد. واحد في خمسة خمسة. واحد في ستة ستة. واحد في ثلاثة ثلاثة. من بعد سالينا بواحد شحال بقى بلاسه. قد بلاسه سفر. اضعه هنا سفر. اثنان في خمسة. اثنان في خمسة. واحد احتفاظ. اثنان في ستة. اثنان عشر زائد واحد ثلاثة عشر. ذائد واحد. تساوي سبعة. خمسة زائد سفر. أنا ندير انا المرات الجماعة. خمسة زائد سفر. خمسة. ستة زائد سفر ستة. ثلاثة زائد ثلاثة ستة. سبعة زائد لا شاء. تساوي سبعة. إذن عدد الحبات هو 7665 حبة في التمرين الأول من الحصة الثانية أفهم وأطبق أضع بأسهل طريقة وأنجز ثم أكتب كل جداء في البطاقة المناسبة لنبدأ الشغل أولاً 300 و54 في 27 تساوي 7 في 4 تساوي 28 أضع 2 واحتفظ بأضع 8 واحتفظ بـ 2 7 في 5 خمسة وثلاثون زائد 2 تساوي 7 وثلاثون 7 في 3 تساوي 21 زائد 3 تساوي 24 إذن دائماً عند الانتقال للعشرات أضع صفر دائماً لن أردتكم لماذا نزيد الصفر؟ لن أعقلوا على هذه الطريقة فيما كان نتقل العشرات أضع صفر ونرى تكون عمليات جمعة لن أضع صفر أو نقطة كذلك الطريقة التي نخدم بها هو أن نضع الاحتفاظ من أن ننتقل العشرات نضع الاحتفاظ في الجهة الأخرى أو يمكن لكم أن تديروا قلم الرصاص وتمسحوه وتعودوا وتكتبوا بلاست يعني الاحتفاظ فضل ما كان إذن 2 في 4 تساوي 8 إذن 2 في 5 تساوي 10 أضع صفر وأحتفظه بـ 1 إذن 2 في 3 6 زائد 1 تساوي 7 ومن ثم أقوم بعملية الجمع 8 زائد صفر 8 7 زائد 8 15 1 زائد 4 5 زائد صفر 5 وإذن 2 زائد 7 تساوي 9 إذا الخارج هو 9558 لدي مئتان وستة وثلاثون جدى 9 9 في 6 54 9 في 3 27 زائد 5 32 9 في 8 18 زائد 3 تساوي 21 إذا الخارج هو 214 الآن مئتان وسبعة جودة ثمانية واربعة تساوي ثمانية في سبعة تساوي ستة وخمسون ثمانية في السفر ثمانية زائد 5 تساوي 5 ثمانية في إثنان ستة عشر دائما عند الانتقال للعشرات نضيفه السفر أربعة في سبعة ثمانية وعشرون نضعه الثمانية واحتفظه بإثنان أربعة في سفر سفر زائد 2 تساوي 2 أربعة في إثنان تساوي ثمانية نضعه الثمانية وأضعه عملية جمع ستة زائد سفر تساوي 6 خمسة زائد ثمانية تساوي 13 واحد زائد ستة سبعة زائد اثنان تساوي تسعة وواحد زائد ثمانية تساوي تسعة إذا الخارج هو تسعة آلاف وتسعمائة وستة وثمانون إذا الآن هنا سنرتب الخارج من الأصغر إلى الأكبر عند المقارنة نقارن أكبر قيمة في العدد الآلاف هنا لديه تسعة اثنان تسعة إذن أقل قيمة هي ألفان ومئة واربعة وعشرون تاليها هنا لديه تسعة وهنا تسعة ننتقل إلى المئات هنا لديه خمسة وهنا لديه في المئة تسعة إذن خمسة أصغر من تسعة سأكتب تسعة آلاف وخمسمائة وثمانية وخمسون وفي الآخر تسعة آلاف وتسعمائة وستة وثلاثون في التمرين الثاني أحيط الجداء المناسب من بين الأعداد المقترح إذن ثمانية في ألف قلنا بأن عند ضرب عدد في عشرة أو مئة أو ألف نضيف فقط الأصفر إذن ثمانية ونضيف لها ثلاث أصفر إذن ثمانية آلاف الواحد هو عدد أو رقم محايد وخصى نضرب فيما تزد نتشحار واحد في عشرة عشرة واحد في مئة مئة واحد في ألف ألف واحد في ثلاثة ثلاثة دائما واحد رقم محايد في الضرب عند الضرب إذن عشرة في واحد قلنا عشرة وعشرة في سبعة سبعة فقط نضيف لها سفر إذن الخارج هو سبعون سفر في أي عدد يساوي سفر إذن تسعة وتسعون في سفر تساوي السفر وصفر في تسعة تساوي السفر إذن الخارج هو سفر في التمرين الثالث أحيط رقم وحدات الجدائم بين الأعداد المقترحة نشوف هنا غدابة غل وحدات إذن تسعة في تسعة كم واحد وثمانون نضع واحد ونحتفظ بثمانية إذن الخارج هو واحد ثمانية في سبعة تساوي ستة وخمسون نضع ستة ونحتفظ بواحد ستة وخمسون نحتفظ ثمانية إثنان وثلاثون نضع إثنان ونحتفظ بثلاثة هكذا نكون قد انتهينا من تمارين الصفحة أربعة وأربعة وأنتقل إلى ثبت تعلمات دائما هذا مثال لعملية الضرب نقوم بالضرب أولا بالوحدات ثم ننتقل إلى العشرات عند الانتقل إلى العشرات نضع صفر وبين في الأخير نقوم بعملية شمع هنا عند ضرب صفر في أي عدد فإن النتيجة دائما تكون صفر إذن أي عدد كيفما كان إلا ضرب صفر نتيجة تكون صفر في أُنمي معجمي الضرب شكراً لكم وإلى اللقاء شكراً لكم